من المعلوم أن البسطات أضحط مصدر رزق للكثير من السوريين لأسباب تتعلق بسهولة العمل من خلالها وتوفير أجرة المحال التجارية إلا أنها قد لا تروق للجهات المسيطرة غالبا فها هي قوات سوريا الديمقراطية تنظم حملة لإزالة البسطات والعربات التجارية من شوارع مدينة الرقة بحجة ما أسموه تنظيم الأسواق التجارية في المدينة وتحسين صورتها وفق ما ذكرته صفحة الرقة تذبح بصمت على فيسبوك الصفحة أشارت إلى أن المجلس المحلي التابع لقصد في الرقة متقاعص بشكل كبير في كافة الأمور الخدمية في المدينة ومتهم باختلاس مبالغ طائلة قدمتها دول مانحة لرفع المستوى المعيشي في المدينة لفتة إلى أن الكثير من أهالي الرقة يعتمدون على العربات والبسطات لكونها مصدر رزقهم الوحيد إغلاق البسطات قد يشمل مناطق أخرى من الجغرافيا السورية دون إيجاد حلول بدلة للسكان الذين يعيشون تراجعاً مستمراً في قدرتهم على التجارة فإلى أين تنضي قصد وغيرها في حملاتهم على البسطات والبسطة؟